أهلاً وسهلاً بحضراتكو الآن موعدنا مع خالد البرماء وبرصة الكلام المحقق الموطق المدقق أهلاً وسهلاً يا خالد مسهلاً فولاً حيري والحمد لله على السلام يوم صعب برصة الكلام وحديث الانترنت ما فيش غير الزلسال تعالوا نبص على برصة الشخصيات النهاردة دكتور مصطفى مدبولي كان الشخصية الأبرز على مستوى الشخصيات رجل طيب أردوغان الرئيس التركي على خلفية طبعاً الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا وأجزاء من أردن ومصر حمد رمضان على خلفية تكريمه في مهرجان الأسر والأول مرة من فترة جديرة جداً يا خيري يقول كلام عائل تكلم على بداياته وتكلم على دور الفن وتكلم على تقديره للفنانين وتكلم كمان النهاردة كان تريند برضو بسبب فيلمه الجديد اللي مع نيلي كريم الإنتاج وتأليف وإخراج آل العدلي طيب عصام الحضر تريند طبعاً بعد سفروا على حسب اتحاد الكورة المفاجئ وبدون إذن واتحاد الكورة واضح أنه يجهز عقوبات كتيرة لعصام الحضري على خلفية تولي حلاثة إدارة قال إنه أولاني تولقي مسئولية في اتحاد الكورة بعد ذلك هو مدير هو طلع تسجيله هو كمان طلع فيديو ده ما شفتوش ده بس هو لا هو نفسه بيتكلم فيه بيقوله اللي بيجيبه سيرته اللي بيجيبه عني محمد عبدالوهاب الموسيقار العظيم موجود معنا في بورس الشخصيات لكن مش هو بس عنه ليه؟ بسبب تصريحات إمبارح نسبت ليه؟ محمد عبدالوهاب هناخدها معنا النهاردة لأنها كانت معا كريمة عوض طيب ناخد القصة الأبرز على مدار اليوم مش بس في مصر ولا في تركيا في العالم كله هي القصة رقم واحد ومسافة كبيرة جداً زي ما انتوا شايفين هي رقم واحد زلزال تركيا رقم واحد في مصر بحوالي 20000 عمليів بحث يا خيري في تركيا رقم واحد طبعاً وحتى كمان في انجلترا على مستوى تويتر هي القصة رقم واحد الزلزال وتركيا هي القصة رقم واحد طبعاً مقسان ثانية طبعاً مقسان ثانية كبيرة جداً الكلام على عمليات الانقاذ حالياً هي الأبرز على مستوى الانترنت الكلام على قطع الانترنت في أجزاء كتيرة جداً من تركيا. حتى كمان قطع الغاز طبعا كإجراء احترازي. لقطات كتيرة اهتمت بها سوشال ميديا. النهاردة نبدأها بقلعة غازي عنتاب التاريخية. نحن نكلم على قلعة عمرها فوق الألفين سنة. ألفين ومثين سنة. في خسائر كتير جدا على مستوى المباني. إلى الآن مش عارفين حجم الهدم فيها إلى الآن. دي طبعا لقطة كانت موجودة جدا. وإحنا بنحاول نشوف أصل القصة البحث الهولندي. أنا اشتابع طروف دلوقتي. البرنامج مع خيري اتكلم عنها. وهو في فيديو توقع فيها. من اللقطات بقى الهتمت بها الناس بشكل كبير جدا. نحن نترجم لكم مجموعة من اللقطات. في واحدة مثلا اسمها سيمة. بتقول النجدة. حدد دلبيال. أنا في المنزل مع عائلتي ولا أستطيع الخروج. وكتبت عنوانها بضاحية كهرمان مرعش. في حد تاني بيقول أنا تحت الأنقاض. بيبعد تغريدة من تحت الأنقاض. وبيقول هناك حريق. ومعي طفل عمره ستة أشهر. في حد تاني بيقول قزونة. يوجد زلزال في بزار جيك. كهرمان مرعش. أنا حاليا تحت إنقاض المبنى معه. سريتي. بنتكلم على وقاعة كتيرة منها كمان. الزميل الصحفي دي قصة ورده مؤسرة جدا. يا خيالي. زميل الصحفي اسمه يامان الخطيب. دلوقتي فوق الـ 18 ساعة أو الـ 14 ساعة تحت الأنقاض. في حملة كبيرة على السوشيال ميديا لمحاولة حتى السلطات. إنها تروح وتنقذ عائلته. مش بس كمان. في تغريدات كتيرة. واحد يقول خالي وعيلته. يمان وعيلته. ولاد خالتي وأهليه. وكتير من الأقرباء والأصدقاء. اسم محمد خير هيك. بيقول كتير من المتضرين تحت الأنقاض بولاية أنتكيا بتركيا. واضح إن صحيح الإصابات حتى الآن الـ 12 ألف. والضحايا الشهداء زي ما قال خالي يقتربوا من 1900. لكن كمان للأسف في ضحايا كتير تحت الأنقاض. يا رب يكون في منهم حالات إنقاذ. وده أعتقد اللي يومين الجايين دول هيكون محط اهتمام. ومن الأخبار اللي ممكن تكون سعيدة إن اللعب كريستيان أتسو اللعب الغاني تم إنقاذه. وكان هو من العلقين تحت الأنقاض. خيري. ولسه حالا دلوقتي دميرور. الصحيفة البريطانية الشهيرة قالت إن هو تم إنقاذه. ودي من البشار. وإحنا إن شاء الله هنا نتوقع اليومين الجايين دول. بعض البشار الخير لبعض العلقين يتم إنقاذهم. ولعب على فكرة تقيل جدا. وكان بيلعب في نيوكاسل وشيلسي. ولعب يعني من اللعبة تقيل. على مستوى ردود الأفعال برضو. وفي بعض التغريدات. التغريدات بدأت تحت إيلون ماسك إن هو يدعم خطوط الإنترنت. واحد بيقول له هناك زلزال ضخمة في تركيا. هل هناك فرصة لمساعدة عبر ستارلينك؟ المتحدث الترك انطقت تويتر وقال يجب أن تتحمل المسئولية في مثل هذا الوقت في التغريدات التي تنشر حتى لنروع الأهل. بالضبط. لأنه كان في تغريدات كتيرة جدا. وشور كتيرة غير دقيقة. من جالبه إيلون ماسك بيقول إن خدمة ستارلينك لم يتم موافقة عالية من حكومة تركيا. هو بيقول إنها سيتم توفرها. اللي هو الإنترنت الفضائي فورا موافقة السلطات. على مستوى ردودة فعل رسمية طبعا كان من الحاجات السريعة جدا. الموقف المصري والتعزية والسابورت والدعم الموقف المصري سواء لتركيا أو لسوريا. وتغريدة الرئيس والمنشور بتاعه على فيسبوك. كان من الحاجات اللي عليها اهتمام كبير جدا. بيأكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي. واستعداد مصر لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الدلدال الصعب. على مستوى ردودة الفعل العالمية طبعا احنا متكلم على تغريدات كتيرة جدا. المشتشار الألماني أولف شورتز ورئيس وزراء بريطانيا سوناك وإمانويل ماكرو رئيس الانترنسي العالم كله متفد. حالات حالة كبيرة جدا من على مستوى الفانانين كمان كند علوش. مايا دياب بتقول يا رب تحمينا وتحمي أهل لبنان وسوريا والأردو والمصر والعراق. وبرضو كند برضو تقول صحينا على أخبار الززال. أخبار محزنة وسورة مؤلمة. يا رب يحمي أهل مصر والعراق. على مستوى اللعيبة أشرف حكيمي بيقول قلوبنا معاكم لوكا مودريش بيقول تركيا وسوريا وعامل علامة سلام محمد صلاح تغريدته كانت من الأكتر انتشار النهاردة بقول أخبار مفجعة تأتي من سوريا وتركيا تعازي لكل الضحايا وكتبها بدغة إنجليزية ودعائي بالشفاء العاجل للمصابين. أتمنى يعني في المرات القادمة صلاح يبقى حريص على أن تغريداته تكون باللغة العربية واللغة الإنجليزية. أهمية ده. طيب على مستوى تريند داخل النهاردة والحاية اللي تميته بيها جدا النهاردة بعيد طبعا من زلزال سوريا وتركيا. هي مباراة الزمالك وفاركو. كانت توقعات كتيرة جدا بتشير أن الزمالك على الأقل سيعيد يعني مجده أو على الأقل سيتماسك لكن واضح أن فيه انهيار والانهيار ده قد يؤدي إلى المزيد من الصعوبات. تلاتة سفر للزمالك. المستشفى مطمئن سورة رئيس الزمالك قال ما حدث مع فريص زمالك شيء متوقع وطبعا ألقى الملامة على الآخرين وقال لك يعني اتحاد الكرة المتآمن رفض قيد اللاعبين الجدد وأبناء عليك لكية المرة السبعتاشر ألف. هيتم دعوة مجلس الإدارة لجلسة طريقة رابعة عصرا لعرض عدم استكمال مصابقة الدوري للمرة. يمكن معرفش احنا لو عدينا المرات اللي فيها تهديد الزمالك أو نادي الزمالك في عهد مستشار ملتظى بعدم استكمال الدوري يمكن تعدي العشر اتناشة مرة والعشر اتناشة مرة نسبة عدم استكمال الدوري فيهم زيرو. طبعا من ردود الفعل برضو أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكرة هيعمل اجتماع تم وصفه لأنه اجتماع طارق لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية وإن كان معرفش خير عندك تعليق على قرار المجلس الأعلى. انتظر الاجتماع أتمنى من الزملاء الأعزاء أن يكون هناك ردع حقيقي لأن أسوأ الجو بقى سيء جدا يجب أن القانون يأخذ مجرى في أي تجاوز في أي مكان في مجال الرياضي وأنا ليه أمني يا صغير أتمنى اللي يتصدر للإعلام الرياضي يبقى عنده رخصة حقيقية ليه علاقة بقدرته على الإعلام. الإعلام مهنة ومهنة مش بسيطة فما ينفعش أدي لحد رخصة أنه يكون طبيب أو مهندس بدون كده. أنت رياضي لا أنا عايز تجريم حتى لهز الرأس يعني يبقى فيه عقوبة لهز الرأس إذا كان مخالف. لو إيماء يعني يعني كده. آه يعني فيه بقى فيه إعلاميين هزز الرؤوس. ده مهنة جديدة علينا. فنتمنى أن يديه تناقش أيضا. أتمنى. طيب على مستوى طبعا ردود الفعل كان فيه اهتمام بأن عمر جمال سجل أستاذ الزمالك مع ثلاث فرق مع الأهل يبقى ومع طبعي الجيش في 2021. والنهاردة كان أستاذ الزمالك مع فرقه دي كانت من اللقطات العالية اهتمام. وده فعل كبيرة جدا على مستوى السوشيال ميديا شيء يحزن وغريب فعلا ده اللي قاله السيد إبراهيم عبدالجواز زمان الإعلامي. وقال لك أن نفس الفريق صاحب الكرة الحلوة وبطل الدوري سنتين واربع بيوصل به الحال ده. وده يمكن من الدراما أنه نتكلم على فريق كلنا كنا بيتغنى بيه من شهور قليلة يوصل به الحال ده فده يعني بيقول لك أن الأمور مش مشة في إطارها السليم ردود فعل جديرة مش عايز أقف عنها فيه كوميكس للأسف طبعا دي أول مباراة المدرب الجديد ما ينفعش نحكم عليه على خلفية وجود فريرة فريرة جاي ما جايش بس يعني دي أهم القصص اللي معنا وإحنا في الساعات القادمة نتمنى يا رب بكرة يكون معنا أخبار قويسة عن الضحايا اللي تحت الأنقاض يتم إنقاذهم دعواتنا ليهم كلها انت كده خلص الحمد لله دي أهم القصص خدت وقتك اللي كانت معنا آه طبعا يعني دي أهم القصص انت عندك ارتفاع معدلات البحث حول الطقس النهاردة النس مؤتما بالطقس معلش آه طبعا 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 يعني طمنا على الطقس في إيه طبعا عشان ما ما تكلمش عنه طبعا من أهم طبعا الحاجات اللي على مستوى البحث طبعا ارتفاع حالات الطقس النهاردة كانت من الحاجات اللي عليها كتير اهتمام وكان فيديو كمان يا خيري ان الهبوط اللي حصل فيه شاطئ سيدي بشر باسكندرية ومعنا فيديو لي يا القصة كلها ان فيه مسافة حوالي 20 متر على صادق شاطئ سيدي بشر باسكندرية حصل فيه هبوط أرضي ويعني مسافة مش كبيرة لكن على حسب تأكدات وزارة الموارد المائية والري وكمان محافظة الإسكندرية اللي تم التعامل معاه على ثلاث خطوات أول خطوة حطوا كتل خرصانية على الشاطئ تاني حاجة عملوا صبوا خرصانات بس خرصانات عادية يعني مش خرصانات معالجة للمياه وتالت حاجة انه بيجهزوا كتل خرصانية أكبر وزنها حوالي 5 طن للتعامل مع هذا الهبوط وحالة الطاقس صعبة اليومين دول من الحاجات اللي نممكن نقول عليه تريند الشائعات بتاع النهاردة الصورة دي الصورة دي انتشر بصورة كبيرة جدا لوحدة من المتاحف أو الكنائس اليونانية شايفين مش عارفة شايفين فيه كابلات ما هقولك ليه شايفينها كابلات الصور مخرومة ونزلة ده طبعا قيل ان ده حصل في مصر وقال لك مازال الإهمال والإبداع المصري يبهر العالم المتحف الروماني في الإسكندرية واضح طبعا التطوير طبعا رضوط فعل كبيرة جدا وصخط كبير جدا على الفكرة دي ان متحف زي ده يتم ثقبه بالطريقة انت لو بيتك مش اختبت في ده بس هل ده حقيقي؟ هل ده حقيقي خيري لكن مش في مصر ودي زي ما قلت لكم واما قوي يا جماعة ناخد بالنا ان حياة كتير جدا متبع حقيقية لكن مش في مصر في بلد تانية ده في إيطاليا في تحديدا في كاتيرايت بليرمو في إيطاليا وتم التعامل معاها في 2020 وهم كمان ساعاتها قالوا ان المواسير دي او الخراطين دي من اكتر من نصف قرن تم تغذيتها هم علجوها من نصف قرن؟ نصف قرن كانت موجودة المواسير كده؟ اه قالك هم تصلاحاتهم بيقول المسؤولين من نصف قرن طيب من الحاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا البحث على معدلات الفايدة اخدوا بالكم مصريين بتعمل ايه؟ بعد وقف بنك مصر والبنك الاهلي ليه فايدة الـ 22.5 والـ 25 لسه فيه عمليات بحث كبيرة وتقريبا طلع رقم 5 أو 6 النهاردة طبعا الفايدة بعد البنك المركزي لما ثبت الفايدة يوم الخميس اللي فات بتطلقوا حما بين 26 وربعة لـ 27 وربعة واضح ان المصريين منتظرين فايدة تانية تصريحات محمد عبدالوهاب مبارح لحديث القائرة كانت من اكتر القصص اللي عليها جدد خاصة بعد الكلام على ان فيه فيلا معروضة للبيع هو طلع الفنان عبدالوهاب كان عايش في الشقة ومعندوش فيلا ورجعت للملك اصلا بالزبط فهو ابنه قال لك يعني كلام غريب جدا واحد مرس مع الكلام ده وهو قال ان طلب معلومات من الجهة اللي بتعرض الفيديو الفيلا للبيع كان عنده فيلتين زمان وباعهم واحدة في الهرم واحدة في اسكندر والله ريس كنت بتكلم على فكرة ان الفنانين وملكياتهم وثرواتهم رغم ان محمد عبدالوهاب كان معروف انه غني لكن وابح انه كان غني كاش مش غني يعني عقارة علا غانم كانت من اقصر القصص النهاردة وكان عليها اهتمام كبير جدا عملت استغلاسات وقالت انه جوزة بيهددها لانها رفعت عليه دعوة ده مش بيهدد دولة كرامة عليها منلوتوف وجبال طقية وضربوها وخروجها ده على زمتها ده كلامها يا اخو بالكوا رجعت وراحت ورجعت يعني دي من اهم القصص اللي كانت معروف النهاردة بشكرك جدا يا خالد وبس شكرا ليك يا خاري واشوفك على خير بشكرك جدا تحيير بعد الفاصل مع زميلي العزيز بعد الفاصل للنقد الرياضي احمد درويش هنتكلم فيه هنعرف اسرار واستعدادات الاهلي لمباراة ريال مدريد الغائبون عن ريال مدريد في المباراة قبل النهائي في الدور نصف نهائي في الرباط التحديات التي تواجه الاهلي فوزي لقجع والتصريحات العظيمة اللي قالها وقال ان الاهلي ممثل المغرب وفي الاخر يطلع مصريين يقولك الاهلي يمثل نفسه ولا يمثل مصر هو نشيد النشيد الوطني لمصر هو علم مصر الاهلي المصري مش الاهلي الليبي ولو الزمالك ولو الإسماعيلي كلنا في ظهره لان اي حد بره بيمثلنا هو شرف لنا والاهلي شرفنا بعد الفاصل احمد درويش